ازاي نتحكم في الكمبيوتر بتاعنا عن بعد عن طريق الموبايل فقط وتحكم كامل يعني اي حاجة تقدر تعملها على الكمبيوتر من اي مكان عن طريق الموبايل فده موضوع فيديو النهاردة فتابع الفيديو ده للنهاء اهلا وسهلا بكم وبكل متابعين و متابعين قناة رينج ووتيوب فيديو النهاردة زي ما قلنا ازاي نتحكم في الكمبيوتر عن طريق الموبايل فاناس هتسألني طب ده مش خطر على الكمبيوتر او على الموبايل او في تجسس فالموضوع مفوش اي قلق خالص فخلونا نشوف بسرعة كده اول خطوة معانا ايه ونروح لجهاز الكمية طبعا يا جماعة اول حاجة بنعملها اللي احنا بنروح لمتصفح كوروم وبنكتب في البحث كوروم ريموت ديسكتوب بيطلع لنا شوية نتائج يعني اللي فوق ده اعلان فاحنا مش محتاجين ده اول نتيجة عندنا اللي هي كوروم ريموت ديسكتوب اللي هي .جوجل.com يعني بتاعة موقع جوجل او شركة جوجل فبندوس عليها بيفتح لنا اللي هو الصفحة اللي قضام حضراتكو دي اللي هو بيقول لك اعدادات امكانيات الوصول عن بعد تمام فانا بدوس على تنزيل سطح المكتب بيدخلنا على سوق كوروم تمام اللي هو اللي فيه الاضافات بتاع متصفح كوروم فانا بدوس اضافة الى متصفح كوروم وبعد كده بدوس اد اكستنشن او اضافة الاضافة تمام زي ما حضراتكو شفتو كده هي بقت موجودة فوق عندي هنا تمام نقفل دي مفيش مشكلة هي خلاص هي بقت موجودة في الاضافات هنا هي من لا بين حتى عشان تبقى ظهرة هنا بيقول لك دخل اسم الجهاز الكمبيوتر بتاعك انا مسلا هكتوب له ديسكتوب رينجو مسلا بيقول لك في الصفحة دي المفروض تعمل بين كود عشان طبعا مش اي حد يقدر يدخل على الجهاز المجرد اللي هو مثلا مع البيانات بتاعتك فلازم تعمل له باسورد عشان لما تيجي تدخل على جهاز الكمبيوتر من على الموبايل فيطلب منك بين كود انا هعمل له اي رقم عشوائي كده مثلا تمام هنا بيقول لك اي برضو الرسالة اللي تحت دي انا سايبها مرضيتش اقفلها بيقول لك هل تريد تثبيت سطح المكتب عن بعد على الجهاز يعني يتخليه بره غير الاكستينشن اللي هنا انا هعمله تثبيت لكن دي مش خطوة اساسية لكن انا هعملها تمام هو بقى بيقعد ينزل مع نفسه كده ونسيبه وهنا بقى بدوس البدء جام حضراتكم شايفين كده بيحمل بيقول لك اللي انت تعمل سيف للباسورد هنعمله سيف مفيش اي مشكلة عما يخلص اللي بيعمله هنا احنا نروح بقى للموبايل بتاعنا ونشوف هنعمل علي ايه الخطوة اللي جاد يا جماعة هتأكد لكم طبعا للطبيق ده امن جدا عشان احنا هننزل الطبيق من عن طريق بلاي ستور فهندخل على البلاي ستور ونكتب في البحث كروم ريموت ديسك توب نفس الكلمة اللي احنا بحثنا عنها على في الاول تمام وبعد كده بنعمل انستول للطبيق ده تمام وبعمله اوبن زي ما حضركم شايفين كده الجهاز اللي احنا مسميينه ديسك توب رينجو ظهر لي اوتوماتيك اول ما البرنامج فتح ليه بقى في حاجتين اول حاجة طبعا اللي لازم اتأكد اللي هنا ده متصل عملي كلمة متصل وكان جايلي جار الاتصال واتصل تمام وتاني حاجة بقى لازم نتأكد منها اللي هو ايه بقى الجيميل لازم اتأكد اللي الجيميل اللي مفتوح هنا هو نفسه الجيميل اللي مفتوح هنا يعني الجيميل اللي مفتوح على الموبايل هو نفسه الجيميل اللي مفتوح على الكمبيوتر تمام طيب خلونا بقى نخغير الشبكة طيب اخلي الاتا مثلا بدل الواي فاي عشان نتأكد اللي نقدر اتحكم عنه على البعد واعمل ريفريش من فوق من هنا الجهاز ظهر عشان نفس الجيميل اللي مفتوح هنا هو اللي مفتوح هنا طيب لو دوست على الكمبيوتر بقى اللي يحصل شوفوا بيبدأ بيبدأ يعمل كونكتنج بيطلب مني ايه دلوقتي البين كود فبديلوا البين كود وبعمل كونكتنج زي ما حضراتكم كده ظهر لي ايه هنا على الكمبيوتر رسالة بيقولك اللي هو بدأ يعمل شير تمام طبعا ببدأ بقى ايه 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 ازبط بقى عددات الموبايل الف الشاشة تمام تمام بخرج بقى من دي خالص الموس هنا هو بيتحرك لو عملت كده تحكم كامل عن طريق الموبايل وتحكم ايه جامد يا جدعان جامد والله بجد يعني تقدر تفتح اي حاجة وتعمل اي حاجة يعني دي البرنامج اللي انا بسجل به وهو على الكمبيوتر ودي هنا اه بفتح اي نافذة تمام طبعا بقى ايه بيتأثر لحظات كده اللي هو ايه البطء طبعا اللي هو بتاع اللي انت تبعت من هنا وممكن نفتح بقى اي فولدر او يعني انا بفتح مثلا الفولدر ده زي ما حضراتكو شايفين اتفتح معايا هو بس بياخد بطء بسيط بس فوقت فتح في بقى عندنا شوية اتخيارات هنا يا جماعة اللي انت مثلا هنا تحدد لامة موس مؤشر موس تمام لامة كيبورد مثلا لو انت عايز تزور كيبورد وفي شوية خيارات اللي هو اللي هو فت تعمل له فت مثلا ايه يعني احنا عايزين نجربها كده تمام عايز تفتح بقى اي حاجة اهو انا بفتح مثلا الصورة بتفتح معايا يقفلها طبعا لو النت على حاجة من الاتنين بطيء فهيبقى هيقصر شوية على الجودة بتاعت الاداء وكده فنتأكد يا جماعة من الجودة زي ما حضراتكو شايفين الوقت هنا اهو فعلي والحركة فعلية وكل حاجة تمام 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 يعني زي ما حضراتكو شايفين بقدر اللي انا شغل والصوت شغل هنا وهنا وكل حاجة يعني اكنك قعد على الكمبيوتر بتاعك بس عن طريق الموبايل وبكده نكون قدرنا اللي احنا نتحكم تحكم كامل في الكمبيوتر بتاعنا عن طريق الموبايل استنونا في الفيديوهات الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته